السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلنا وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم مصطفى سعدية تيكنيكا ليدو خبرة اكتر من عشر سنين في مجال تطوير المواقع والتطبيقات والعب النهاردة بازن الله هنجاوب على سؤال مهم جدا 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 لكل حد مقبل على اه الدخول في مجال الباك اند لان السؤال ببساطة يعني خلينا نستعرضه للوقتي حد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا عايز ابدأ في مجال الباك اند فاختار اني لغة برمجة وعلى اساس اي وحاطت بي اتش بي وبيسون ونوت جي اس وبيقول لو حد رشاه لي نوت جي اس فممكن كورس على يوتيوب شريحة ده كلام السائل انا عايز اتكلم عن الثلاث لغات برمجة او هم مش تهت لغات برمجة يعني في واحدة منهم مش لغة برمجة وتعتبر هي فريمورج فخلينا نتكلم عنهم بشكل مستفيد بس الاول هنجاوب على فكرة ان لو حد عايز يبدأ في مجال الباك اند بيختار بناء على ايه بتختار بناء على حاجات كتير جدا اولهم طبعا انت مرتاح لانهي فريمورج او لغة لان ارتياحك دوا هتخليك زي ما بتقول دايما ان انت تبدع اه وتبقى مرتاح اه ارتياحك دوا في استخدامك للغة يخليك تبدع فيها وتقدر ان انت تطور من نفسك فيها بشكل سريع جدا تمام لان طبعا مجال برمجة هو مش مؤرد حاجة بتتعلمها وتستخدمها زي ما هي على طول لا انت فيه وفيه 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 يعني حاجات كتير بتحتاج منك ان انت تبقى شخص حابب اللغة اللي انت بتستخدمها وتكون لغة بالنسبال لك عشان تقدر تطبق بيها كل الالجوريزمز وديزاين باتنز اللي انت بحتاجها في شغلك فديه نقطة نقطة ثانية انت تختار الباك اند فريمورج او اللغة انت هتشتغل بيها بلانة على الكميونيتي بتاعها ده شيء مهم جدا 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 يعني حطها حطها الفين خط الكميونيتي بتاع اللغة عشان لو انت تزنقت في اي حاجة تعرف تسيرش تلاقي اجابات لان لو ده مش متوفر انت ممكن تفضل قاعد في مشكلة في يعني وقت طويل جدا تمام فكل مكان الكميونيتي بتاع اللغة ديا واسع كل مكان افضل هتقول لي يعني ايه كوميونيتي عشان انا حاس ان ممكن يكون في حد مش عارف يعني ايه كوميونيتي فخلينا نقول كوميونيتي يعني اللغة دي ليها شعبية ولا لا يعني من الاخر كده الديفيلبرز اللي بيشتغلوا بيها كتير ولا لا بس ده ببساطة يعني ايه كوميونيتي طيب ايه تاني اللي انت ممكن تفكر فيه وانت بتختار لغة البرمجة طبعا ان هل هيها شغل بشكل مجزي بالنسبة لك ولا لا لان ده طبعا شيء مهم يعني مفيش حد فينا بيفكرش يعني او مش عايز ان يبقى ليه دخل وعائد مادي من الشغل بتاعه فاكيد بيدور على الافضل حاجة من ناحية الفلوس ومن ناحية الارتياح ومن ناحية يعني الانسب بالنسبة لمن كل الاتجهات فدي نقطة برضو لازم تاخد بالك وانت بتختار فيها لغة البرمجة التي هتشتغل بها اه يعني اخر حاجة فاكرها دلوقتي هي فكرة اه ان لغة البرمجة دي لها فريموركس كتير ولها صبورت كتير ولا لا وده يعتبر مكمل لفكرة الكميونيتي لان هي لو لها كميونيتي كبير وواسع هتلاقي لها فريموركس هتلاقي لها دعم اه بشكل كبير واخر حاجة اللوقتي معلش افتكرتها هي فكرة ان اللغة دي يعني الصبورت بتاعها شكل عامل ازاي يعني الداعمين للغة دي بينزلوا بشكل كبير وبيحلوا مشاكل اللغة والاصدارات بشكل سريع ولا الدنيا بتبقى خربانة بس كده تعالوا بقى نخش نفسص في كل اللغة او كل فريمورك من اللي هو ذكره هو اول حاجة قالها بي اتش بي اتش بي اه لغة يعني يعني بقى لها كتير جدا 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 في سوق يعني يمكن من اوائل لغات اللي يعتبر الناس شغل بيها ومشهورة جدا اللي هي شعبية واسعة جدا 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 طيب هي اصلا مصنمة لان هي تبقى سيرفر سايد سكريبتنج عشان تكريات بيها ديناميك بيجز وتكريات بيها السيرفر بتاعك تمام ليها ايكو سيستم كويس جدا وليها فريمورك كويسة جدا زي لارافل وزي سيمفوني وزي كود اجنيتر ودول بيسهلوا عليك فكرة ان انت متعدش تكتب كل حاجة فرم سكتلاتش لا انت بتكتب بتختار فريمورك من دول لانت تعلمه وتمشي على الطريقة اللي هو بيشتغل بيها والدنيا بتبقى ماشي معك سموز والدنيا تمام ودول يعتبروا اشهر ثلاثة فريمورك اللي هو لارافل وسيمفوني وكود اجنيتر طيب الكميونيتي بتاع بي اتش بي كميونيتي واسع جدا وكبير جدا لان هي اصلا يعني من زمان اوي 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 ومبني بيها يعتبر اشهر كونتينت مانجمينت سيستم زي وورد بريس ودروبل دول اشهر كونتينت مانجمينت سيستم او سي ام اسز يعتبر في الكوكب يعني فهم كوميونيتي بتاعها كبير جدا البرفولمانس بتاعها بي اتش بي يعني بيتحرك كويس جدا وبتبقى كويسة جدا للمواقع اللي هي لايت ويت الخفيفة ولكن الحاجات اللي فيها كونكرانسي وريل تايم ابليكيشنز بيبقى المضوع صعب فيها شوي عشان تبقى انت فاهم يعني طيب اه بيتش بي بالنسبة من ناحية الليرنين كيرف ده ايضا حاجة احنا نسينا نقولها الليرنين كيرف بتاع البي ايتش بي اللي هو يعني ايه الليرنين كيرف عموما الليرنين كيرف دو هي فكرة يعني يعبر من الاخر على سرعة تعلمك اه لحاجة معينة يعني ما يجي قولك الليرنين كيرف بتاعها عالي يعني معناها انت هتعلمها بشكل سريع الليرنين كيرف بتاعها مخافض يعني هتتعلمها بشكل بطيء يعني من الآخر معناها انها معقدة فالبي اتش بي اللغة يعني صعبة والسينتيكس بتاعها هو سهل جدا ولكن الليرنين كيرف بتاعها خلي بالك ان هو بطيء شوية طيب عندك البيتون اللغة طبعا يعني ما نقدرش نتكلم عنها لغة مشهورة جدا في علم ال data processing وعلم ال computing عموما وحاجات ال automation يعني لغة متميزة جدا في هذا المجال وطبعا برضو بتشتغل web development وما فيش اي مشاكل منها خلص طيب البيتون كايكو سيستم عندها ليبرز كتير جدا زي ده جانج وده اشهر حاجة وبعد كده بيجي فلاسك وبتيجي بقى شوية tools اللي هي علاقة بقى بالsidentific computing زي النوم باي والساي باي وحاجات اللي هي علاقة بالmachine learning زي tensor flow باي تورش وعندك زي برضو data analysis هتلاقي حاجات اسمها بانداز تمام طيب اه بايسون اه يعني لغة مشهورة جدا اه لغة اه يعني لها شعبية واسعة اوي لغة اه سهلة ليها community كبير اوي ويعني اكتف بيتحرك يعني مش مش على عكس بي اتش بي شوية البي اتش بي كميتي بتاعها كبير ولكن الكميتي مش اكتف اوي لان طبعا هي يعني متعتبر هي من زمان اوي فالناس ما تعتبرها مودرن يعني فالكميتي بتاعها مش اكتف لكن البيتون بتاعها اكتف وكويس جدا عندك البرفورمانس في بقى من ناحية البرفورمانس بنسبة البيتون بتاعها كويس ولكن لو انقرنوا بالبي اتش بي والنوت جاس فهو منخفض عنهم في حيثة كده في البرفورمانس تبقى الدنيا صعبة شوية فلازم اغازبا عنك ان انت تقعد تستخدم او ان انت اصلا تقعد انت تبني الاوبتوميزيشن اه اه تكنيكس بتاعتك عشان اه اه البرفورمانس بتاع البيتون الليرنين كيرف بتاع البيتون طبعا البيتون يعني اللغة سهلة جدا 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 فالليرنين كيرف بتاعها كويس قوي اه تتعلمها في شكل سريع جدا من غلق المشاكل مش هتحشس بتاعقيد شوية اه زي ما موجود في البي اتش بي البي اتش بي فيها حاجة سريع جدا هي فكرة الديبوجينج بموضوع صعب شوية في البي اتش بي هي لغة انتربريتد زيها زي بايسون ولكن في البي اتش بي الدنيا بتبقى صعبة شوية اه الارور هاندلنج محتاج تكون انت شخص يعني ايه اه واخد بالك من اللي بيحصل اه ومركز اوي انت بتكتب كود فالبي اتبر ايها بس مش قوي مش ذي البي اتش بي يعني الموضوع يمكن تطوروكوا وفيه طرق الديبوجينج في البي اتش بي افضل بكتير جدا من البي اتش بي طيب ننجي الاخر حاجة بقى بالنسبة لنا هي النوت جي اس النوت جي اس دي للمعرفش هي طبعا عملتها جوجل وهي مبادئة على الكروم في ايت جراسكريبت انجين اللي هو بيشغل حيطة السيرفر سايد باستخدام الجيفا سكريبت وده كان حاجة بصراحة بالنسبة لنا أول ما طلعت كانت حاجة مرعبة يعني ازاي بنكتب سيرفر بجيفا سكريبت يعني اللي هي لغة لها شعبية كبيرة جدا وفي الويب يعني وكل الناس بيكتب بويب كانت لا يعني ازاي يعني عمرهم ما كانوا بيستخدموا جيفا سكريبت في السيرفر كانت اكتر حاجة مسيطرة هي البي اتش بي فكان ايه ده اللي احنا وطبعا زي ما تقول سينتكس بتاعها يعني هو ستريتفور اه بس هو يعني محتاج تركيز من الاخر كده وده حس انه يعني قديم فحتى دلوقتي في محاولات كتير جدا من البي اتش بي نومة وهم بيطوروا بيحاولوا يخلوا السينتكس افضل شوية طيب الايكو سيستم بتاع النوت جي اس يعني حدث لولا حرك اشهر حاجة اللي هي الام بي ام عندك حاسمها نوت باكاج مانجر فيها كمية غير طبيعية من الباكاجيات اللي انت تقدر تستخدمها مع نوت جي اس وانا مش شايف انت محتاج حاجة اكتر من كده بامانة يعني ده اكبر اا يعني ايكو سيستم لموديولز وباكاجز في الانسانية كلها الان بي ام ده طبعا الناس اللي عارفة نوت جي اس هتفهم يعني ابقوا ليه طيب عندها فريمورك ازاي مثلا اكس بريس وده اشهر حاجة في الانسانية برضو عندها نست جي اس فيه فريق بيحب يكتب بالطايب سكريبت بروح ناحية نست جي اس وفيه فريق بيحب يروح ناحية الاكس بريس جي اس عشان يكتب بالجافا سكريبت عادي يعني وانا بفضل يعني بصوا هي مدارس انا بحب الاكس بريس شوية عشان انا بحب الجافا سكريبت اكتر من طايب سكريبت لان ما بحبش فكرة ان يبقى فيه اللغة تايب دي يعني من الاخر الطايب سكريبت و الجافا سكريبت دي هنتكلم عنها في فيديو منفصل ان شاء الله ولو ما تكلمتش عنها هل تكتبول في الكومنتات تفكروني يعني عشان بصراحة موضوع يعني مهم ناس كتير جدا تفهمه طيب البابولاريتي بقى بتاعة النوت جي اس اللي هي الشعبية بتاعة نوت جي اس الشعبية بتاعة النوت جي اس شعبية يعني ما قولكش متميزة جدا خصوصا ان هي اول ما طلعت كانت مسيطرة قوي على حتة الستريمينج الابيكشنز اللي بيحصل فيها ستريمينج لداتا كبيرة خصوصا داتا كبيرة الابيكشنز اللي فيها ريل تايم زي مسلا الشات ابيكشنز لان هي اصلا بتعتمد حاجة اسمها الايفنت دريفن نان بلوكينج اي او موديل اللي هو يعني هو طبعا ما ما محتاج شرحة ولكن هي فكرة ان هي بتشتغل ما فيش حاجة بتبلوك المينسرد تمام فهي بتركز او على حتة الريل تايم والستريمينج آآ فهي ممتازة طب هل هي ممتازة على العموم لا اكيد لا طبعا ما فيش حاجة اسمها كده آآ في حاجة اسمها كل لغة برمجة ممتميزة في نوع الابليكيشن بس طبعا احنا مش ده ما يخصناش انت هنا حد عايز تقرر انت عايز تشتغل في ايه وانا عديك نصيحتي في الاخر آآ عندنا البرفورمانس نوت جي اس ممتازة جدا والبرفورمانس بتاعها بتاعتها اهم حاجاته ان انت تقدر لو انت الابيكشن بتاعك بيخدم الف يوزر في الاول غير لما يخدم مليون يوزر فالاسكيلابيلتي بتاعت نوت جي اس ممتازة جدا بتمكنك من انت تسكيل بشكل سريع جدا وبهاي برفورمانس بتتعامل مع حية الكونكورنسي كونكشنز بشكل ممتاز وعشان كده بيحصل ان هي بتستخدم اكتر في الريل تايم ابليكيشنز زي ما قلنا الشات ابليكيشنز طيب الليرنين كيرف بتاع آآ النوت جي اس آآ كيرف سريع جدا انت يعني الموضوع سهل خصوصا بقى وان كنت انت فاهم جواسكريبت يعني انت اصلا عارف جواسكريبت انت مش تحتاج اي حاجة غير انت تفهم نوت جي اس شغالة ازاي وبتكتب السيرفر ازاي وبترنو وتبدأ بعد تكتب الكود هتلاقي نفسك يعني حاجة ما شاء الله فلو انت حد اصلا عارف جواسكريبت هتدوس في النوت جي اس بشكل سريع جدا طيب اه دلوقتي احنا يعني احس ان انا شتتكوك شوية بس انا مش هتتكوش لان اعرضت كل شيء يخص ترات لغات اه ودلوقتي تعالى بقى اديك انا نصيحتي او خلينا يعني اقول لك انا وجهة نظري الشخصي اللي انت ممكن تختلف معها وناس كتب جدا ممكن يختلفوا معها وناس ممكن اتفخوا معها انا بفضل ان انت تروح ناحية النوت جي اس وانا انت طالب كورس فانا هتترك كورس في الكومنتات النوت جي اس ليه تروح لها النوت جي اس زي ما قلنا بتاعتبر يعني سريع جدا وممتاز ولو انت اصلا محد بتاع جواسكريبت فالموضوع بنسبلك يبقى سريع جدا النوت جي اس لها مستقبل كبير جدا تستخدم في يعني الريل تايم ابليكيشنز وابليكيشنز يعني مودرن في يفضل ان انت تدوس في النوت جي اس البايسون برضو عادة ولكن انا شايف النوت جي اس فيها فرص كتير جدا يعني بايسون حتى الشغل بتاع البايسون مش بيبقى كتير زي وزي النوت جي اس البي اتش بي هتقول انت مذكرتاش ليه اقولك بصراحة البي اتش بي يعني الشغلان بتاعتها كتير اي نعم ولكن المرتبة بتاعتها مش زي نوت جي اس ولا بايسون بلاس ان هي يعني كلغة بي اتش بي تعتبر قديمة شوية والسينتكس ده يعني مش مناسب بصراحة للي احنا موجودين فيه دلوقتي الـ 23 فبي اتش بي بتتطور اه فيها فريموركس مشهورة جدا مسيطرة على السوق زي لارافل وزي سيمفوني طبعا وزي كودي جنايتر بس كودي جنايتر اعلهم ولكن يعني اللغة تطور فيها مش كبير عندها مشاكل مع حاتة الكونكورنسي اللي بتتصمم بيها خلاص بقت ليلة فمش زيها زي النوت جي اس ولا زيها زي البايسون فلو انت هتختار احصر نفسك في النوت جي اس والبيسون ويفضل زي ما دايما ما بقول تشوف كورس من هنا وكورس من هنا تفهم ازا تنا من هنا وتفهم ازا تنا من هنا وقرر انت مرتاح لايه اه نصيحة انا قدتها لك نوت جي اس وهحط رأك كده كده كورس في كومنتات وكده كون يعني ايه خلصت اه لجابع السؤال فلو اي حد عنده اضافة ردت اكتبها هنا في كومنتات لو لو عندك استفسار اكتبه برضه في كومنتات هنرد عليك على طول اه يعني لحد ما شوفكم في حلقة جديدة دمتم سالمين ومتنسوش تعمل لك الفيديو واشتراك في قناة تفعل زر الجراس عشو تصلك كل الفيديو جديدة وانتو بتسمعنا اي منصر يريد اللايك والكومنت والاشتراك ولحد ما شوفكم في فيديو جديد او في حلقة جديدة دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته